السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة كريمة البرنوسية كانت تمنى تكونوا كاملين باخر وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو الصحة جيدة في احسن الاحوال ان شاء الله يارب يوم ان شاء الله سوف نشارك معكم طريقة تحضير الشبكية كانت طلبتها مني واحد المتتبعة واحد المتتبع وكانت مني تشوفوا هذا الفيديو سوف نشارك معكم طريقة تحضير الشبكية سهلة سوف نحضرها في هذا الوقت قياسي وكتوجد بسرعة وكتجي اكتر من رائعة بلا تشبك وكتر القوات وكتجي شي حاجة اللي هي بسيطة وكتجي الشيشة بزاف وكتجي شربها العسل وكتجي مجعبة من الداخل والديدة كل مهم سهلة في الخدمة وحتى بنسبة المبتدئات اللي كان قوي صعوبة في تشبك فتشبك يا رها من اسهل ما يكون فكانت مني تجربوها وتنال اعجاب ديالكم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعلوا لي زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بجديد القناة وخليوا لي الي لاك ديالكم والناس جداد اللي انضمت لي في القناة سوف نقول لهم مرحبا بكم هذه هي قناتكم سوف نستجبكم ان شاء الله مباشرة سوف نستجب المقادر والطريقة تحضير بسم الله على بركة الله نبدأ بالمقادر بالنسبة المقادر نصف زيت النباتية وعندية اللوز ثم طحنه مزيان بعد ما حمرناه ثم طحنه مزيان ثم طحنه مزيان ثم طحنه مزيان ثم طحنه مزيان ثم تحنه ديال الفن وطحنه في الغيجين طحنه مزيان وعندية thinking اي عرقة خل كبيرة ثم من خلطه ثم ديال مزهر ايضا كل ي substitute ثم نافع طحن البراء تحن النفع الظفر ثم تقوم ب Choose اضع الصاشية الخميرة الحلويات ميو عادلو 8 قرام وعندي راس ديال معلقة صغيرة كيفما تشوفو معايا الخميرة ديال الخبز وعندي دقيق على حسب الخالي وده بغاد ندير نواشف ديالي هو ملولي كيفما تشوفو معايا درس الطحين هو اللول وده بغاد نضيف له النافع معلقة كبيرة معلقة صغيرة ديال القرفة كيفما تشوفو معايا وقد نضيف كأس ديال الججلان كيفما تشوفو معايا كأس ديال اللوز ضروريا البنات القوام غربلوهم مزيان طحنوهم مغربلوهم مزيان باش ما تقطعلكمش العجينة فاش تكونوا كدتلقوها وغاد نضيف راس معلقة ديال الخميرة الديال الخبز ديال العجينة وغاد نضيف خميرة ديال الحلويات صاشية وغاد نضيف رشة ميلحنسيت ما قلتها لكم بعد النواشف كاملين نخلطهم مزيان مع الطحين انا ادت كيلو ديال طحين البنات لحسب المقادر نقدر تضعف المقادر نخلط النواشف مزيان مع الطحين و نضيف نصف كاس ديال الزبدة كيف مما قلت تشوفو معايا و نضيف نصف كاس ديال الزيت النباتية و نضيف زيت العودة لبنات كيف مكتشوفو معايا نسيت ما قلتكم جوج معالق كبار ديال الزيت العود زيت الزيتون و نضيف صافار البيضة كيف مزيان و نضيف صافار البيضة كيف مزيان كيف مكتشوفو معايا ما تديروش البيضات البيضة بكلش بلبيض بكلش ديرو غير صفار حيط البيض فاش كان نقوم قليوها كي بقى يطلقنا داك الشكوشة و داك الرغاون ديرو غير صفار البيضة و غادي نضيف معالقة كبيرة ديال الخل و غادي نخلط الكل بعد ما نساجمونا داك العناصر القاوة مزيان كيف مكتشوفو معانا كيف مكتشوفو معانا كيف تخلط مزيان داك القاوة مع الطحين كيف مكتشوفو كيف مكتشوفو سر بناجحة الشباكية ضروري متغربي لما غربيتوها شميزيان لما اطلع لكم الشباكية داك القوة مضرورية كيف تغرب المزيان و دا با غادي نضيف المازهار مع المازخون دافي دافية لبناء الماء واللون الزعفران ولا الخرقوم انا دايرو هنا خرقوم ضروري لو كان عندكم الزعفران شعرا كيجي من الاحسن بعدين نضيف نخلط الكل بالتدريج و بعدين نخلط العناصر كيف مكتشوفو حتى نساجمو لنا مزيان بالتدريج ضروري خسنا ندلكو العجينة مزيان كيف مكتشوفو و بعدين ندلكنا العجينة العجينة ديالي الشباكية كيجي من مجريا مقاسحة كيف مكتشوفو معي و دا با غادي نجيب احد البلاستيكو و سلوفين و غادي نغطيها و نخلطها لها تسراح نطلقلي بزيان و حيث نرجع و نطلقو العجينة ديالي اللي العجينة ديالي تبا غادي نقسمها على 4 نشكلها على شكل كويروس كما ترى معايا نغطيها بات السلوفا باش ما تنشف ليا زبط العجينة نغطيها بات السلوفا باش ما تنشف لكومش في الاشباك نغطيها بات السلوفا بشكل كمش نضيف العجينة الأول نضيف السطح العمل في الطحان نضيف العجينة نضيف العجينة كما ترى معايا نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف القطعة الرحل لا تحتاج للعوين هذا سوف نقوم بطريقة تشباك كما تشاهدون معي سوف نجيب هذا الرئيس هذا سوف نمشي معكم قليلا سوف نقوم بطريقة نقوم بطريقة تشاهدون معي كيف نقوم بطريقة تشاهدون معي وكيف نقوم بطريقة تشاهدون معي فلنقوم بطريقة تشاهدون معي رأيت لهم شراءتون لطريقة تشاهدون الناس وكيف نقوم بطريقة تشاهدون معي وكيف ينقوم بطريقة تشاهدون معي اضعوا الراس لكي لا تحركوا في الجيو وتقليوا الراس هذه الطريقة اللي نشبك بها انا الشباكية وكان الصامر كيف ما كنتشوفوا معايا نجيب هذا الرئيسة هذه وكنتبتها هنا نضيف الزيت ناباتيه الزيت ضروري الزيت يكون بزافة البنات لنضيف الزيت ناباتيه الزيت يكون بزافة البنات نضيف الزيت نظيف الزيت يكون مغلق و نستمر نضيف الزيت يكون غرقة في الزيت كما ترى لن تحمر على جيتين و لا يحتاج المقلب نضيف هذه العملية تشبكية سهلة و اقتصادية و تأتي بجعبة و لما تحتاج للعوين كما قلت لكم من بعد تحمرنا كما تشوفوا معي ثم تأتي بحمر على الزيت سوف نضيف الزيت لبنات لا اصدر ان اشاركتوا معكم في القناة و PetersEN سوف نضيف الزيت ونضيف الزيت سوف نضيف الزيت ثم اضيف الزيت سوف نضيف الكسكاس حتى نضيف الزيت و نضيف الزيت كما تشوفوا لا سوف نضيف الحل شبكي اللي شاركت معاكم اليوم كتجي اكثر من رائعة كتجي سهلة في تحضير وكان وجده بحد الوقت قياسي وكتوجد بسرعة وكتجي اكثر من رائعة بلا تشبك وبلا اكثر تلقوان شي حاجة اللي هي بسيطة وكتجي هشة بزاف وكتجي شربة العسل وكتجي مجعبة ولديدها بزاف بزاف ده بغادي نحل لكم حد الوحيدة تشوفها كيف كتجي من الداخل شربة العسل ومجعبة كيف مما قتلكم هانتو هما مجعبة من الداخل وشعر بلسل وفتية وهشيشة هانتو هما فتية وهشيشة وشعر بلسل ومجعبة من الداخل ولديدها بزاف والمهم سهلة في الخدمة وحتى بالنسبة للمبتاق دي اتلي كارقة وصعوبة في تشبك فهاتشبكي يراها من اسهل ما يكون فكنتمنى تجرباتنا لإعجاب ديالكم إلا عجبكم هادلا فيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر جارس باش ان شاء الله سوصلوا بجديد القناة وكشكركم بزاف على الكومونتارات زويني ديالكم لكي شجعوني ودعموني باش ان شاء الله نستمروا في القناة وخليوا ليالي لاك ديالكم والناس الجداد اللي انضمت لي في القناة كنقولهم مرحبا بكم هادية قناتكم غادي سجبكم ان شاء الله يلا بسلام عليكم اطلقوا فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله يلا بسلامة خليتكم الراحة اشتركوا في القناة